السلام عليكم و الحمد لله أنا شرح للوقت إن شاء الله أمر الارك وهو أمر الأرجاط وهو مثل هذا طيب، نجيبه من أمر الارك نجيبه من أرك من درو أرك واختر الحالة اللي احنا عايزينها حسب المعطيات اللي عندي أو بقول له A ENTER فبيديني آخر حالة A ENTER بيديك آخر حالة للأرك انت كنت باخترها تمام طيب، الأرك فيه حقيقة مهمة أو أريد أن أعرفها عنه أنه يلف عكس عقاري بالساعة أوكي؟ هذا أهم شيء أريد أن أعرفها عن الأرك طيب، أهم تطبيقاته وأستخدامه أقول له مثلاً لو أنا عندي النقطة أريد أن أوصلها ببعض بخطة من حني وديريكشن بعمل إيه؟ بخصره في درو أرك ممكن أجيبه من ريبهم بس أنا أريد أن أريدها لك من هنا بيديك آخر من تقرر أخص من تقرر أخص من تقرر أخص يتحدد نصف كتر التقاريك كما تريد وهكذا يوصل كما تريد هذه هي حالة أريد أن أرسم هذا الباب يرغب على الأمر أعطي أرمي أرس بأرخ سيقوم بأرخ يجب أن أخرج أرق سأضمن المبناة لأن أرق أرق بسنتر وستارت وانت. انا عايز اقول له ان السنتر بتاع اللي هو هنا هوا. بستارت بتاعت اللي هيدي. واقفل على الانت اللي هيدي. اعمل لك الايه الباب اللي انتهي. عايزه. عادي جدا. طيب الحالة اللي بعد كده. عندي حالة اهي. بحط عايز ارك بس بستارت وانت وريديوس. اهو بقول له والله الستارت بتاعتي هنا. الاندي بتاعتي هنا. والرديوس بتاعي 109. والرديوس لازم يتناسب مع مع طول الضلعين دول. دلع دو الدلع دو. طيب. 109. تفتكروا هيلف برا ولا جوه? هتشوف كده. لف الجوه. ليه? عشان هذا بدء من هنا. اننا اتفقنا خلاص. ان هو طالما بدء من من هنا بيلف عكس عقاري بالساعة. الساعة ماشية ايه? ماشية كده. هو لف النحية التانية. طيب. لا انا مش عايزه كده. انا عايزه نحية التانية. بعمل ايه? اختار له نفس الامر. بس بقول له والله اللي ستارت بتاعتك اللي تحت دي والاندي بتاعتك اللي فوق. ونفس الكرفيتشر. 109. اهو. اتزبطت معنا. 100. طبعا ده من اهم تطبقات برضو بتاعته اللي هو الابواب او كده. مو افعدها من هنا في واحد تانى يقول لك والله انت يعني بتعملاع عرش ليه. انا كان ممكن اعمل سيركل. من الاول بالصال او من الحال او. لا والله دي بتمر بايه? مقطتين مثلا. كثير önem مسلكم مثلا. مكسر لاختراه. مهنا بهته ديо. ادد دي امر اقصر بيه يدء اقي اني تاعتدهم. طبعاً نحن ننظر على السرعة كيف نعمل بالأرض بس اللي عايز يعمل حاجة بيعملها اهم حاجة تشغل دماغك يعني ما تقولش ايه ما عرفش طيب احنا كن و تعالنا ريح كنا مرجع سريع بس على حتة تفليد شنك حد سألنا عليها بقول له اف انتر افتر هنا افتر هنا افتر هنا افتر هنا افتر هنا افتر هنا ولا كأنك بتعمل حاجة قفلت معي وعمل لك الارجو كميل ولو حددته يطلع لك الارجو طبعاً يتحرك من هنا دي بتعمله موف والفوق دي بتغير في ايه في نص سوطر التقاع عرب كاعدة افتر هنا احنا خلصنا الارجو طبعاً ويعني كل دي دي بين ثلاث نقط وده احنا قلنا اهم حاجة طبعاً احنا قلنا سيكون على صنص وده افتر هنا افتر هنا افتر هنا مرة جاية وانلي ارى اوف افتر هنا السلام عليكم